استهداف إرهابي يطول قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بأربعة صواريخ أطلقتها المجاميع الإرهابية من جهة قضاء الخالص قيادة العمليات المشتركة أكدت أن الاستهداف الإرهابي للقاعدة لم يخلف أي أضرار مادية أو بشرية متوعدة للإرهابيين بالملاحقة والمطاردة والقصاص العادل استهداف قاعدة بلد الجوية يوم أمس بصواريخ من قضاء الخالص من قبل مجاميع إرهابية أمر مرفوض وجبان هذه القاعدة هي قاعدة جوية عراقية تحتوي على طائرات مقاتلة عراقية تقوم وقامت بدك معاقل الإرهاب وقتل كثير من الإرهابيين وهي تساهم إسهام كبير وفعال في الاقتصاص من الإرهابيين وذراع العراق الطويلة في كل قواطع العمليات لذلك قيارة العمليات المشتركة ومن خلال ما أصدرتها من بيان من خلال خلية الإعلام الأمني تؤكد بأنها سوف تطارد وتلاحق من قام بهذا العمل وتقدم إلى العدالة متخصصون في الشأن الأمني بيّنوا الأهمية الأمنية لقاعدة بلد الجوية كونها تضم السرب التاسع الخاص بطائرات الأف ستة عشر والتي أسهمت في القضايا على أوكار الإرهابيين وأن استهدافها يقوض من عملية القضاء على بقايا داعش الإرهابي قاعدة بلد الجوية هي قاعدة عراقية عسكرية وفيها أسراب من طائرات الأفسكستين العراقية حصرا وهذه الطائرات كانت وما زالت وستبقى تدك أوكار التنظيم في الوديان وفي الكهوف وفي الجبال وفي المرتفعات وهي تضم سرب الطائرات التاسع وأعتقد أن استهدافها استهداف خاطئ جدا واستهدافها يعني تأخر التصدي إلى التنظيم وانتشارها ثالثا أخرى لا سامح الله تكرار العمليات الإرهابية للقواعد والمقار العسكرية محاولات يائسة يحاول الإرهابيون من خلالها ثبات الوجود بعد أن نجحت القوات الأمنية من تدمير أغلب أوكارهم وقتل أهم قياداتهم الفارة والمهزومة من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية